طيب الأستاذ تامر شيرين مبارح على موقعه على الفيسبوك نشر بوست عبارة عن أسئلة وإجابات الحقيقة الأسئلة والإجابات أنا بتسئلها كتير جدا بتجيلي على رسائل الواتساب في آخر كلام بتجيلي على تويتر على الفيسبوك فلاقيت الحقيقة أن مجموعة الأسئلة اللي هو نشرها على حسابه على الفيسبوك مهم أن احنا نستعرضها مع بعض ونتقاطع معها يعني في لفظ معان كده هو قاله عن فئة معانة طبعاً هنتحفظ عليه وإن شاء الله ما يطلعش على الشاشة فخلونا نشوف الأستاذ تامر شيرين كتب إيه على حسابه على الفيسبوك أمبارح أستاذ تامر شيرين شوقي نشر مجموعة من الأسئلة والإجابات فبيقول للمرة التانية والتالتة والعشرة والمليون نبدأ كده بسؤال سؤال هل الانتخابات الرئاسية القادمة تمثيلية إجابته مؤكد أنا مش هقول رأيي في الإجابات أنا بطرح الأسئلة دي وحضراتك وجاوبه على الأسئلة اللي أستاذ تامر كتبها هل يمكن للرئيس الحالي أن يرحل بالصندوق استحاله هل يمكن أن يفوز أحمد التنطاوي استحاله هل أنا عضو في حملة أحمد التنطاوي لا هل أنت مؤيد لأحمد التنطاوي نعم قولاً واحداً يبقى دي كده شوية أسئلة استفتاحية بتجاوب على حاجات كتير قوي أو بتأسس لحاجات كتير قوي في تعاطينا مع قصة الانتخابات أصلاً كلها طيب هل أنت مؤيد له على طول الخط ده عن تنطاوي لا أنا معه إن أصابه وأنتقده إن أخطأ هل هتعمله توكيل نعم مؤكد هل هتنزل الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية فبيقول ركز معايا لو سمحت جيداً إذا أحمد تنطاوي لم يصل إلى مرحلة المرشح الرسمي لأي سبب سأقاطع الانتخابات سأكتب كل يوم مهاجماً لها ولمن يشارك فيها فالراجل داع الطلوع عن طريق التوكيلات عن طريق أي حاجة تاني فهنا الانتخابات بالنسبة للأساس تامر خلصت طيب اتنين أحمد تنطاوي نجح في الحصول على التوكيلات اللازمة وأصبح مرشحاً رسمياً فبيقول هنا لكل حادث حديث حسب الوضع السياسي والدولي والضغوط على هذا النظام الديكتاتوري وتطورات الفضائح العالمية ومدى جدية حملة التنطاوي ومدى جدية الضمانات ساعتها سأقرر إما خوض السباق لنهايته أو الانسحاب المسبب يبقى حتى لو تنطاوي وصل فهو مش شرط هيكمل في موضوع الانتخابات الرئاسية ومش هيستمر فيها ويمكن ينسحب طيب هل إذا وصل تنطاوي لمرحلة المرشح الرسمي هل ممكن أنه يفوز بيقول لا مستحيل ليه لسه بدري جداً على مصر أن التغيير يكون بالصندوق لماذا إذن تؤيده بهذا الشكل تعال بقى نركز في النقطة دي لأن الحياة النقطة دي برضو شبه موضوع صناعة الأمر اللي كنت بتكلم فيه من شوية أنا أبني المستقبل على أحمر التنطاوي يبقى احنا هنا مش بنتكلم في فوز تنطاوي أو في إذاحة السيسي فاكر امبارح ما قلت لحضرتك أن البرنامج بتاعه ده ممكن يكون نواة مشروع سياسي يتناقش حوله السياسيين والنخب أهو بالضبط زي ما رأسيستمر بيقول لك كده أنه أنا أبني المستقبل على أحمر التنطاوي أريد انتزاع أي مكاسب خلي بالك هو ما قالش أريد انتزاع الدولة المدنية لا لا يعني همش بيقول لك احنا خلاص هنكسب بأحمر التنطاوي وهنعمل الدولة بالعكس الكلام واضح جدا بيقول لك إيه أريد انتزاع أي مكاسب يعني انتزاع أي مكسب هو مكسب في حد ذاته الحقيقة مع النظام ده أه الحقيقة في ظل العشر سنين اللي فاته أيه فاكر لما كنت بقول لك أن خروج معتقل واحد من السجن هو انتصار احنا أنقذنا حياة واحد بس من الستين ألف هتقول لي يا عم ده في ستين ألف هقول لك ماشي بس احنا أنقذنا واحد يعني هنحاول ننقذ اتنين وآلفين وعشرين ألف وننقذ ستين ألف فهنا بيقول لك أريد انتزاع أي مكاسب للدولة المدنية من هذا الصراع كمان أريد اختصار مدة ثورة الجياع القادمة دون شك في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية كما شايف أن فيه ثور الجياع جاية ولو جاتها تأكل الأخضر واليابس أريد أن يكون هناك شخص مدني شجاع وطني شاب وأكرر شاب يعبر عن جيل كامل ده المشهد اللي شفنا النهاردة في شاب مش راجل فوق الستين زي عفتاح السيسي ماشي في وسط الناس وبيتكلم طيب بيتكلم كمان بيقول أريد أن يكون هناك البديل الوطني المناسب لأي تسوية تعقب تغيير النظام رأيك في من يدعون إلى مقاطعة العملية الانتخابية كلها من الآن قال الأستاذ تامر إن حقهم أختلف معهم رأيك في من يدعون إلى التغيير الثوري إن كانوا من داخل مصفة وطفولة سياسية وجهل اجتماعي وإذا كانوا من خارج مصفة هم كذا يعني بنتحفظ عليها وفي أوضح من كده في سؤال ناقص اتفضل اكتبه خلاص نشيل بس الصورة دي لو سمحت فده كان وجهة نظر لأستاذ تامر شيرين والحقيقة أنا خلينا أقول إنه جزء كبير جدا من اللي قاله مش هقولك رأيي فيه أنا أن أنا أتفق أو أختلف أنا ممكن أكتب على فيسبوك وتويتر رأيي الشخصي في اللي قاله الحقيقة وأبعتهوله كمان وأنا بحييه على التفصيلة اللي عملها في البوست ده لكن من متابعتي ففي عدد ليس بالقليل متفق مع نسبة قد تصل ل95% من اللي قاله الأستاذ تامر في قصة الموقف من الانتخابات الرئاسية الموقف من أحمر التنطاوي الإيمان بأن التغيير مش بالسندوق مع عبدالفتاح السيسي في أن القصة عبارة عن صناعة مستقبل أو استغلال فرصة أو صناعة أمل مش أنه مؤمن بانتخابات رئاسية أو مؤمن بالتغيير بتاعها الكلام عن الانتخابات أو قاله عن الانتخابات الحقيقة مش بس كان بوست الأستاذ تامر شيرين لكن كمان عدد من الحقوقيين والسياسيين وأساتذة العلوم السياسية كتبوا أيضا بعض المواقف في الـ 24 ساعة اللي فاتوا وكان منهم الأستاذ باقي الدين حسن تعالوا نشوف أليه باقي الدين حسن قال على الأرجح ستدخل الانتخابات الرئاسية التاريخ باعتبارها أهم حدث في مصر في السنوات العشر الأخيرة منذ الانقلاب العسكري يوليو 2013 بصرف النظر عن نتيجاتها وبصرف النظر عما إذا تمكن السيسي من الترشح لها والفوز بها أم لا طبعا العجز عن الترشح أو خسارة الانتخابات سيطفي أهمية أعظم دي كانت تغريدة الدكتور باقي الدين حسن لها جزء تاني قال خلال هذا العام اتضح للمصريين عمق غيبوبة المعارضة الإسلامية يبا هنا بينتقد المعارضة الإسلامية إخوان وغيرها وكيف صارت أبرز أحزاب المعارضة العلمانية ذيلا ذليلا للسيسي وبينتقد أيضا المعارضة العلمانية بينما علت أصوات المعارضة الحادة من داخل معسكر حلفائه بيتكلم هنا عن الدكتور حسن بدراوي ومونير فخري عبد النور وأصوات تستغيث بالجيش ومرشح أسكري بديل بيتكلم هنا عن إعماد جاد ومحمد أنوار السداد ومن خارج المعارضة المنظمة تنطاوي تطورات مزلزلة البوست ده في تشريح لمشهد المعارضة عشان كده هقول تاني الكلام اللي قاله أحمد تنطاوي مبارح في المنصة قد يصلح أن يكون نواة حوار بين هذه المكونات التي أشار إليها الدكتور بهايدين حسن قصة أنه في معارضة علمانية ومعارضة إسلامية ومعارضة من داخل النظام مع ناس تانية بشايفة الجيش مش عارف إيه مع أحمد تنطاوي جزء من صناعة المستقبل أو المشهد القادم حتى لو فاز عبد الفتاح السيسي أن الناس دول يتجمعوا على مشروع فيه أنه الخلاص من عبد الفتاح السيسي وهذه السلطة العسكرية الحقيقة هو الجزء الرئيسي في نجاة البلاد الدكتور حسن نفع أستاذ العلم السياسية أيضا كتب على تويتر قائلا لدي أحساس غامض بأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستحمل معها مفاجأة كبرى لست أدري من أين يأتي هذا الإحساس ربما الاعتقاد الدفين بأن الأوضاع في طريقها للخروج عن السيطرة ومن ثم يستحيل أن تستمر على نفس المنوال نسأل الله لمصر السلامة يبقى هنا ده تمني من الدكتور حسن أنه في مفاجأة هتحصل إيه هي الله أعلم الأستاذ إبراهيم عز الدين أيضا كتب تويتر قال فيها بعيدا عن موقفي من الانتخابات الرئاسية ودعم أي من المرشحين لكن حابب جدا معركة التنطاوي في جمع التوكيلات وده بياناته وبطاعته الشخصية لللي حابب يشارك معاه نخلي بالنا هنا شوي هنا إبراهيم عز الدين بيفصل ما بين موقفه من الانتخابات عمل زي لست أمر شيرين كده موقفي من الانتخابات السيسي هيكسبها فيه تغييرها لا مش فيه تغيير لكن أنا مؤمن باللي الرجل ده بيعمله أنا مبسوط باللي الرجل ده بيعمله أنا عجباني معركة التوكيلات اللي بيخدها تنطاوي أنا عجبني إن الناس تقف حواليه تهتف إرحل ياسيسي أنا عجبني إن الناس تقولي إيش حرية عدالة اجتماعية في الشارع كل دي مكاسب كل دي حاجات النهاردة النفس ده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا الحقيقة حالة عامة من مش عايزة أقول البهجة لكن حالة عامة خلينا نقول من إحياء الأمل عشان كده هرجع تاني أقول أنه يحيى الأمل هو شعار مهم جدا الحقيقة له علاقة بالمواجهة خلينا نرجع الصورة تاني ما بين عبد الفتاح السيسي وأحمد التنطاوي المواجهة اللي بنتكلم عنها من بداية الحلقة واللي واضح أن احنا نتكلم عنها لأيام بل أسابيع قادمة راجل بنا فلسفته على قمع الجميع وخرص كل الأصوات وشاب مصري قرر أن يكسر حاجز الخوف وينزل يقول له أنا بتحداك أنا بنافس في انتخابات رئاسية فالناس تتلمى حواليه وتقول ارحل يا سيسي وتقول له كمان عيش حرية عدالة اجتماعية اشتركوا في القناة